السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم سوف نستغلوها بطريقة الخاطئة اليوم سوف نستغلوها بطريقة الخاطئة نستغلوها بطريقة الخاطئة نستغلوها بطريقة الخاطئة يجب ان تستغلوها بطريقة الخاطئة نستغلوها بطريقة الخاطئة نستغلوها بطريقة الخاطئة نستغلوها بطريقة الخطئة نستغلوها بطريقة الخطئة تحيد الوريقات الصفرين و تجعل الأوراق لكي تستفيد منها وكذلك الجدر سوف نأخذه مع الوريقات الخضرين سوف نرمي هذه الوريقات سوف نقطع هذه الوريقات سوف نقطع هذه الوريقات وستعمالات عديدة سوف نستقلع هذه الوريقات سوف نقطع البصلة كمية ونقطع المتأكدة سوف نقلع نقلع فقط نضيف الأوراق نقطع الأوراق نضيف الأوراق نضيف الأوراق يجب أن نستخدمها جيداً يجب أن نستخدمها جيداً لأن نستخدمها من الكمية تتفرز على بعضها يجب أن نستخدمها جيداً يجب أن نستخدمها جيداً يمكن أن نستخدمها في السلطة يمكن أن نستخدمها في الحشوات في البطبط وفي هذه المسمنة وكيش في الشرب يجب أن نستخدمها على المسلطة سأخذها للبصلاء الخطارية ونضيف الرعل برره نضيف المدرسة دفع البرر لا تفضح ذلك ونضيف المدرسة لديكم فيديوهات لديكم بوضع ذلك ثم نضيف برره ونضيف نضيف خطة برره ونضيف نضيفها في البلاستيك وتنضيفها في تلاجة وكل مرة أخذنا منها رأيها تبقى لنا أطرية إذا هاد الشيء اللي ممكن لي نقول لكم على هاد البصلة الخضارية يعني حاولوا أنكم تستغلوها وصفي بسلمة لهاد الضياع نقول لكم شكرا بس فعلي حسن متابعة وإلى فيديو قادم بحاولينا اشتركوا في القناة